اشتركوا في القناة ماذا قال جبريل عليه السلام حين شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج من قلبه علقة الجواب قال هذا حظ الشيطان منك في أي مكان ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب في مكان يسمى الأبواء بين مكة والمدينة من هو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطالب؟ الجواب عمه أبو طالب وقد ضمه إلى أولاده وقدمه عليهم واختصه بفضل واحترام وتقدير كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتحل به عمه أبو طالب تاجرا إلى الشام؟ الجواب إثني عشر عاما ماذا قال الراهب بحيرا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره؟ الجواب قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أبو طالب وما علمك بذلك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غظروف كتفه مثل التفاحة وإنا نجده في كتبنا ما هي الحرب التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته؟ الجواب هي حرب الفجار وكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار؟ الجواب خمسة عشر سنة ماذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار؟ الجواب كان ينبول على عمومته أن يجاهز لهم النبل للرمي وقع على إثر حرب الفجار حلف ماذا يسمى هذا الحلف الجواب يسمى حلف الفضول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول الجواب قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت من هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة الجواب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ما هي حكمة الله عز وجل من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب وتربيته يتيم الأبوين وهذا أكمل اليتم الجواب أولا أن لا يتهم بأنه ورث النبوة أو العلم عن أبيه أو جده أو أمه ثانيا أن يهتمد على نفسه من صغره ولا يتكل على غيره ثالثا حياة اليتم فيها إحساس بكل مسكين أو فقير أو ذي حاجة رابعا تولته العناية الإلهية واختارت له حياة الكتح والزهد بدل حياة المال والجاه ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن حب خديجة رضي الله عنها الجواب قال إني رزقت حبها من هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي به كان يكنا الجواب القاسم كم أنجبت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم من ولد الجواب ست أولاد اثنين من الذكور وأربع من الإناث أنجبت خديجة كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدا فمن هو الجواب إبراهيم من هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب مارية القبطية مات كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا واحدا فمن هي الجواب فاطمة رضي الله عنها كم عاشت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ستة أشهر من هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم الجواب زينب رضي الله عنها متى حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء والخلوة قبل النبوة الجواب عندما اقترب من سن الأربعين ما هي أول علامات النبوة التي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الجواب الرؤية الصالحة في النوم في أي شهر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة الجواب في شهر رمضان